حققت مملكة البحرين تقديرا دوليا جديدا بتصنيفها الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قائمة أفضل الوجهات للوافدين بحسب مسحي إكسبات إنسايدر لعام 2023 والذي تجريه مؤسسات انتر نيشنز نعم كما تم تصنيف مملكة البحرين في المركز الأول عالميا في مؤشر أساسيات الوافدين للعام الثاني على التوالي ما يعكس مكانتها التنفسية باعتبارها مقصدا مفضلا للعيش والعمل على المستوى العالمي مملكة البحرين تواصل اعتلاء الصدارة على مستوى دول العالم في العديد من المجالات بفضل ما تتمتع به من مقومات أساسية وبيئة جاذبة فحصدت البحرين مؤخرا المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة التاسعة عالميا على قائمة أفضل الوجهات للوافدين للعام 2023 بحسب تقرير إكسبات إنسايدر وللعام الثاني على التوالي احتلت المملكة المركز الأول عالميا في مؤشر أساسيات الوافدين بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة انترنيشنز إذ يشمل هذا المؤشر جوانب تتعلق بسهولة تأمين الخدمات الحيوية اليومية في المملكة واعتبر المشاركون في التقرير أن عدم التحدث باللغة المحلية لم يشكل لهم عائقا في تحقيق الاستقرار كما لمس المستطلعون تحسنا مستمرا في الحياة الاجتماعية في مملكة البحرين ويعكس هذا المؤشر أهمية البيئة المساندة التي تتيح أمام المستثمرين فرصة الاستفادة من مكانة المملكة التجارية والاعتماد على مقاوماتها الاستثمارية المدعومة بالقوى العاملة المحلية الماهرة وبئاتها التنظيمية المساندة لقطاعات الأعمال وتحتفل مؤسسة انترنيشنز بالذكرى السنوية العاشرة منذ صدار تقرير اكسباكت انسايدر الذي يعد أحد أهم البحوث العالمية المعتمدة على بيانات أكثر من 12 ألف مشارك يعيشون في 172 دولة حول العالم